في عنوين هذه النشرة الجديد تغير على معملي ألبان وأجبان في صغارتها يعني هي الشركة بتوعنا بالأجبان والألبان والتأجير السيارات والأكسسوار يعني فيك هون تكون فتح جاراج حرب تصفية بين كرتال المخدرات وفرع المعلومات ياريتون معي داربين وياريتون حيب زينو وياريتون كل شيء ومن ينقلين بر يطمئن إلى مصير السلسلة ومصير لبنان بعد حسم معركة الجرود نقابة الأطباء تساند نادر صعب وهارون يهاجم في نقص بمعالجة الموضوع بالعمل فرنسا على خط أزمة الخليج ولا يكون مكافحة الإرهاب بممارسة الإرهاب السياسي والإرهاب الفكري وفي فن الخبر نصري وفليمون في البال وسائحة توثق مقتل زوجها في ترانس تفاصيل هذه العنوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشر بعد قليل موسيقى موسيقى مساء الخير السلسلة إلى ساحة النجم والشباب إلى سلسلة لبنان الشرقية عنوانان يطبعان الأسبوع المقبل لكن كليهما خاضع للتجاذب السياسي والنقدي وبحسب مرصد الرئيس نبيه بري لحقوق الإنسان والموظف اللبناني فإن موضوع سلسلة الرتب والرواتب سوف يمشي والأجواء أكثر من إيجابية معلنا أن هناك اجتماعا الاثنين ويمكن إقرارها الثلاثاء ولنحية تمويلها فالأكلاف من الضريبة المضافة والمصارف التي تدفع أقل من الجميع فضلا عن مخالفات الأملاك البحرية وعائداتها التي تصل إلى ألفين مليار أما الأكلاف السياسية لمعركة سلسلة عرسال وجرودها فهي محط نقاش لكن كل المؤشرات تدفع إلى توقعها الأسبوع المقبل واستنادا هذه المرة إلى مرصد بر العسكري فإن هناك جوا جادا بأن عملية ما ستحدث قريبا في جرود عرسال وهي واجبة خصوصا أن البلد محتل والحرام في قلب البيت فمن الطبيعي أن تقوم المقاومة بالتحرير ومن الطبيعي أكثر أن يقوم الجيش بهذه المهمة ولا يجوز أن يمنع عليه ذلك مؤكدا أن هذا من صلب مهمته والجميع معه وملتف حوله في هذه المسألة جازما أنه لا يحتاج فيما يقوم به في الحرب على الإرهاب إلى إذن من أحد وبلغة الأمر له أعطى قائد الجيش العماد جوزيف عون توجيهاته اللازمة للعسكريين فيما يتعلق بمهمات الوحدات في المرحلة المقبلة وفي مقدمها مواصلة الحرب على الإرهاب ومواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي مشيدا بالعمليات النوعية التي نفذتها مديرية الاستقبارات والوحدات العسكرية أخيرا في منطقة عرسال معلنا أن معنويات الإرهابيين أصبحت في الحضيد وبمعنويات عونية عروبية صافية على خطوط فلسطين كان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون هو الرئيس الوحيد ممن يخرق التضامن العربي مع إسرائيل ويبرق إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الأقصى التي تنترج في إطار مخطط إسرائيلي لاستهداف المقدسات بعد اختصاب الأرض ودعى رئيس الجمهورية إلى تحرك عربي جامع ومباشرة مروحة اتصالات سياسية وديبلوماسية واسعة من أجل إلزام إسرائيل عدم إقفال المسجد أمام المصلين واحترام القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان فهل سمع أحدكم بهذا الصوت صادرا عن أي زلعوم عربي هل عرف العرب سر مقدساتهم وأن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين حتى إن الرئيس المبرق إليه محمود عباس كان يرتعد أمام حكومة العدو ويواسيها على مصابها الأليم بمقتل شرطيها صمت القادة والزعماء العرب عن حق المقدسات بعدما تركت لهم أمريكا قضية بحجم تفتيت الخليج ليتقاتلوا ويتفرقوا ويفرضوا العقوبات التي ما تجرأوا على فرضها يوما كسلاح ضد إسرائيل في صغرطة مشروع سكاني في أساساته معمل ألبان وأجبان تحقيق للزميلة جوال حج موسى آخر ما كان يتوقعه سكان هذا المشروع السكاني في بلدة كفرزينة في قضاء صغرطة أن ينشئ صاحبه معملا لتصنيع الأجبان والألبان في أساسات المبنى على الرغم من كل ما يستدبع ذلك من تلوث بيئي وسمعي بعدما وردتنا شكاوى من سكان المشروع توجهنا شمالا للوقوف على حقيقة الشكوى سألنا عن صاحب المعمل فقابلنا أحد الموظفين الكبار في الشركة الذي أكد أن عملها قانوني 100% متسلحا بشهادة الإذاعة التجارية الخاصة بالشركة التي تبين أنها متعددة المهمات يعني هي الشركة بتوعنا بالأجبان والألبان والتأجير السيارات والأكسسوار يعني فيك هون تكون فاتح جاراج وينو إذن أنك تبني معمل هون يعني هذن الإذاعة التجارية الشركية هي متعددة المهم عنا شرط تجير عندي كل شيء هلا بجيبك هون وشوفكي هون أريد إذن أنك تبني معمل تحته مركز الشركة مركز الشركة بش مركز المعمل اللي تابع للشركة تشير المعلومات إلى وجود نحو 80% من معامل الأجبان والألبان غير المرخصة في لبنان طرحنا الموضوع على أحد المختصين في وزارة الصحة فأكد لنا أن إنشاء معمل كهذا يحتم على صاحبه الحصول على إذن من وزارة الزراعة بعد أن تجري كشفا كل من وزارة الصحة والصناعة والبيئة والزراعة لإثبات أنه يخضع للمعايير العالمية التي تنص مقدمتها على أن يكون المعمل في مكان بعيد من مصادر التلوث إلا أن الموظفة في الشركة لم يبرز لنا أي إذن من أي من الوزارات المذكورة القصة لم تنتهي هنا إذ يتبين أن مجرى النهر الملاصق للبناء غطي بطبقة حديثة من الإسمنت لا يوجد نهر هنا مجرم، ماء، شتة لأنه في البعض قال أنه عملتوا هذا الشيء مع البلدية البلدية، البلدية يعني هكذا أردت البلدية تعطيكم كادوة تمدلكم الطريق شوية لمن نحن قررنا نفتح المعمل هنا وهيك قلنا لهم أنه كذا بيضر علينا وعلى البيحد عملنا هذا المشروع أنا أو شي بيأمن الدولة أنا بحقق لا أنا هنا أنا أعمل أبي أمرك أعمل الدولة أنا متقاعد خلص بس عندي خبره يشكو سكان المشروع رائحة كريهة بدأت تفوح منذ افتتاح المعمل فيما ينفي فينيانوس أي علاقة بذلك مشيرا إلى أن أنبوب الصرف الصحي التابع للمباني السكنية انكسر قبل أيام فأصلحه على نفقته لكن معلومات أدل بها أحد السكان أشارت إلى أن المعمل يعمد إلى تصريف عصارة الألبان الساخنة في الأنابيب التي لم تصنع في الأصل لتتحمل الحرارة المرتفعة حاولنا بطرق عدة إقناع المشتكين بظهور أمام الكاميرا إلا أن خوفهم من رد فعل صاحب المعمل الذي يتوقعون أن يكون عدوانيا منعهم لذلك نضع هذا الإخبار وسلامة سكان المشروع في عهدة الوزارات المعنية للتحقق من كل ما سبق ذكره واتخاذ الإجراءات اللازمة جوال الحج موسى قناة الجديد نقابة الأطباء تبرأ نادر صعب ووزارة الصحة تؤكد عدم تلقيها أي تقرير رسمي العمليات التي أجراها الدكتور نادر صعب لفرح قصاب مبررة لا وجود لخطأ طبي هكذا قررت لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء في بيروت برئاسة الدكتورة مريم رجب وأبرز ما جاء في القرار عملية شفط الدهون مبررة وعملية البوتوكس في المعدة أمر معمول به ومتعارف عليه وكذلك التقنيات الطبية المستعملة وسبب الوفاة كما شخصه مختبر علم الأنسجة جلطة رئوية دهنية وطبيا نسبة حصولها قد تصل إلى 15% ومن ثم لا تعد خطأ طبيا بحالات من هالنوع أنا ضد أن تكون نقابة الأطباء هي المخولة بإجراء التحقيقات أنا مع أن يكون في محاكم متخصصة لأننا مثل ما نشتغل هلأ بصح فينا قول المثل فيك الخصام وأنت الخصم والحكم من ناحية التقرير بحد ذاته أنا اطلعت له مثل ما أرسلت لي أولا من ناحية الوضوح ما بعطي أكثر من 50% اثنين من ناحية معالجة صلب المواضيع والمواضيع بالعمق ما بعطي أي علامة في نقص بمعالجة الموضوع بالعمق وأشار القرار إلى أنه جرى نقل المريضة إلى مستشفى آخر وهي متوفات أما تجهيز المستشفى وشروط عمله فتخضع لإشراف وزارة الصحة فنقابة الأطباء أبعدت عنها ثقل بات هذا الموضوع المهم العمق المشكلة هل هذه الأمكنة يجوز فيها إجراء هالنوع من العمليات هذا ما حدا الهيئة حابب أن يجيب على هذا السؤال بينما هذا السؤال الأساسي وهذا اللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه والد فرح لم يعلق على القرار وكذلك فعل الطبيب صعب الذي ما زال يلتزم الصمت لأسباب قانونية كما حاولنا التواصل مع النقيب الأطباء لكنه لم يجب على رسالتنا على الرغم من سماعها أما وزير الصحة أكد للجديد أنه لم يتسلم بعد أي تقرير رسمي صادر عن نقابة الأطباء ليالبو موسى قناة الجديد المعركة في جرود عرسال باتت قبأ أيام معدودة كل التحضيرات اكتملت في انتظار تحديد ساعة الصفر التي سيحددها الجيش اللبناني بالتنسيق مع حزب الله وفق ما تقول المعلومات إذ جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله التي أعلن فيها أنها المرة الأخيرة التي يحتحدث فيها عن مسلحي جرود عرسال لتكون الإشارة الأولى إلى بدء المعركة تلتها عودة عدد من النازحين من عرسال إلى عرسال الورد فمتى تبدأ المعركة؟ يشن الطيران السوري غارات مكثفة على مواقع التنظيمات المسلحة المنتشرة على الجرود اللبنانية وصولا إلى القلمون الغربي هذه الغارات تترافق مع حديث عن الحسم القريب واقتراب معركة الجرود ضد المسلحين أنا أرى أن التحضير والاستعداد للعملية العسكرية التي يقال أن الجيش سيقوم بها قد استكملت تنتظر ساعة السفر أولا ما أدي أقول الغطاء السياسي مطلوب رغم أن الغطاء القانوني للجيش موجود الغطاء الوطني أنا أقوله ولتجنب ربما قرار من المجلس الوزراء يمكن لرئيس الجمهورية القائد العلى للقوات المسلحة أن يعطي الأمر من خلال رئيس الحكومة ومنه السلطة التنفيذية ومنه وزير الدفاع التعاون أنا ما أقول التنسيق التعاون مع الجانب السوري ليس خيارا بل ضرورة تالتا لا بد من التنسيق والتعاون مع حزب الله الموجود في الجهود قدرات المسلحين معروفة مع تفاوت في تقدير عديدهم عندهم صوريه وعندهم أسلحة متطورة وقوتهم أيضا أنهم يتمسكون بتلك الأرض جيدا أنهم بيعرفوا كتير مسالكها وأنهم مقاتلين لا يمكن إنكار كفاءة قتالية ها وجماعة صرهم أكتر من ثلاثة سنين أو مين بيعرفوا كل مسالة تلك الأرض كل هذه المعطيات أنا برأي قيادة الجيش على عنم فيها وعن تستعد لألة وعن تحتاط لألة متى تنطلق العملية أنا أتمنى أن تكون اليوم قبل الغد لماذا قبل ما يقوموا المجموعات المسلحة هني بتحرك ثانيا الوقت ليس لصالحنا داعش يندحر يوما بعد يوم في سوريا في احتمال أن تتسلى العناصر من هذا التنظيم خاصة الموجودة في القلمون الغربي وفي مخيم اليرموك لتدخل الأراضي اللبنانية وتكون بمنأة من الطيران ما يفرق المسلحين أكثر بكثير مما يجمعهم تفرقهم آلية العمل واقتسام الغنائم والصراع على مناطق النفوذ إضافة إلى بساتين الكرز في جرود عرسال عوامل كلها ستصب في مصلحة المعركة المحتملة التي باتت قاب قوسين أو أدنى ناصر بلوت قناة الجديد قائد الجيش العماد جوزيف عون يؤكد مواصلة الحرب على الإرهاب أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن الوضع الأمني في البلاد في أفضل حالاته وعن مواصلة الحرب على الإرهاب أشار إلى أن إنجازات الجيش في هذا الإطار هي شبه يومية وأن معنويات الإرهابيين أصبحت في الحضيض نتيجة العمليات الاستباقية والضربات الموجعة التي يسددها الجيش لها وفي اجتماع بالضباط الأعوان في الجيش شد دعون على أن ما يميز الجيش في عملياته العسكرية هو التزامه التام مبادئ القانون الدولي الإنساني وهذا ما تجل أخيراً بتعرض عدد كبير من العسكريين لإصابات خطيرة نتيجة إقدام الإرهابيين على اتخاذ المدنيين الأبرياء دروعاً لهم وأعطى توجيهاته اللازمة فيما يتعلق بمهمات الوحدات في المرحلة المقبلة وفي مقدمها مواصلة الحرب على الإرهاب ومواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي والحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار منوهاً بالعمليات النوعية التي نفذتها مدرية الاستخبارات والوحدات العسكرية مؤخراً في منطقة أرسال وقال عون إن النشاط السياحي المميز الذي تشهده بمختلف الأراضي اللبنانية يعود بدرجة أولى إلى الجهود المكثفة التي يبزلها الجيش وسائر الأجهزة الأمنية لإشاعة الأمن والاستقرار قرار يمنع المواطنين من استخدام الأملاك العامة لأغراض خاصة ومحافظ بيروت زياد شبيب يناشد المواطنين في مقابلة مع الجديد إزالة هذه المخالفات أعتاد المواطن اللبناني ثقافة مخالفة القوانين واستباحة الأملاك العامة إذ يقوم عدد كبير من المواطنين بركن سيارات معطلة على جوانب الطرقات أو بحجز أماكن أمام المحال والمباني السكنية لركن السيارات ومنهم من يستعمل الرصيف لعرض البضائق وللحد من هذه الظاهرة أصدر محافظ بيروت بلاغاً يقضي بوضع غرامة على إشغال الأملاك العامة الحيز العام والملك العام هو ملك الجميع ملك كل الناس بالتساوي استعماله بالتساوي بين كل الناس يجوز أن يستعمل هالملك العام من قبل شخص واحد إذا كان من نوع اللي هو يرخص باستعماله ووفقاً للقانون في حال عدم وجود ترخيص هالشي يترتب عليه مش بس إزالة التعدي الأهم الإزالة أنه يترتب على الشاغل دون مسوغ شرعي أو المتعدي على الملك العام يترتب عليه رسوم وغرامات الرسوم هي مثل ما نحن ذكرنا بالبلاغ اللي صدر أنه ستتراوح بحسب قيمة المتر البيعي للعقارات بحسب أحياء بيروت بين معدل وسطي 700 ألف و 83 ملايين ونصف تبعاً لنوع أو طبيعة الإشغال هذا القرار من شأنه أن يردع المخالفين في حال تطبيقه علماً أن البعض يجد له مبررات أسبوع مر على تاريخ بلاغ شبيب ولا تزال المخالفات قائمة فمن هي الجهة المعنية بتنفيذه؟ وما هي الحالات الاستثنائية؟ في عدة أنواع من الاستثناءات اللي يسمح بها القانون واحد في أنشطة مثل المطاعم والمقاهي الأنون بيجيز أنه يرخص لألة بأن تضع طوليته كراسي أمام هذه المؤسسات ولكن بتفع رسم عنها فيه أنواع أخرى من الاستثناءات اللي هي مثلاً موقف الخاص للمعوق الموقف الخاص أو موقف لحظة للصيدلية موقف الفنادق اللي إنزال المزلاء أو الزبائن وهيدا النوع أنواع فقط اللي مسموح فيها مجاناً من الجهة المخوة لشرطة البلدية؟ قوى الأمن؟ كيف حتمل؟ كلهم، بس البداية ستكون من خلال أجهزة البلدية يعني دائرة السير مع الدواير الأخرى اللي بدأت إزراء وفوج حرس بيروت اللي رح يبلشوا يقوموا بعملية الكشف والكيل هي خطوة إيجابية لبلدية بيروت ومحافظها على أمل أن نجد قرارات مشابهة فيما خص التعديات على الأملاك العامة البحرية هادي الأمين قناة الجديد بر يجزم سلسلة رح تمشي والخلاف بين الرئاستين الثانية والثالثة على أعبائها السلسلة حق لأصحابها عبارة أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بر خلال لقائه إعلاميين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وأضاف لقد اتفقت ورئيس الحكومة سعد الحريري أن نسير معاً في الموضوع ولكن هناك تخوفاً من أن تكون عبءاً على الخزينة وهنا نختلف مؤكداً أنه لا يرى أن السلسلة عبء على الخزينة ويمكن تمويلها من موارد عديدة منها الضريبة المضافة والمصارف التي تدفع أقل من الجميع لافتاً أننا نقدر قطاع المصارف ونعتبره مهدداً من إسرائيل كما أن مخالفات الأملاك البحرية وعائداتها تصل إلى ألفين مليار ومن ثم فهي مصدر تمويلاً أيضاً وكرر بري قائلاً أن موضوع السلسلة سوف يمشي والأجواء أكثر من إيجابية معلناً أن هناك اجتماعاً لإثنين ويمكن إقرارها الثلاثة وأوضح أن مسألة المتقاعدين سترفع أرقام السلسلة كثيراً ولكن اتفقنا على تجزئة دفعها هذا في السلسلة أما في الشق الأمني العسكري فقال بري هناك جو جاد بأن عملية ما ستحدث قريباً في جرود عرسال وهي واجبة خصوصاً أن البلد محتل والحرمي في قلب البيت فمن الطبيعي أن تقوم المقاومة بالتحرير ومن الطبيعي أكثر أن يقوم الجيش بهذه المهمة ولا يجوز أن يمنع عليه ذلك مؤكداً أن هذا من صلب مهمته والجميع معه وملتف حولها في هذه المسألة جازماً أنه لا يحتاج فيما يقوم به في الحرب على الإرهاب إلى إذن من أحد ورأى رئيس المجلس النيابي أن لبنان سيتأثر إيجاباً من نتائج العملية العسكرية ضد الإرهابيين في الجرود وقال سيكون لفقء هذه الدملة مردود إيجابي جداً ومن شأن الانتهاء من هذا الفصل أن يدخل لبنان في مرحلة جديدة يرتاح فيها من هذا العبء وهذا التهديد وننتقل من حال إلى حال في الثامن من شهر تموز طاردت القوى الضاربة في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي المطلوب محمد وهبي على طريق جدرة باتجاه الجنوب حيث حصل اشتباك تخلى له إطلاق نار أدى إلى إصابته وما لبث أن فارق الحياة وهبي هو أحد أبرز المطلوبين وهو من بلدة بريتال البقعية ومن سكان حي الجورة في برج البراجنة بصورة مخالفة لشرعة حقوق الإنسان والدستور والقوانين اغتالت القوة الضاربة في شعبة المعلومات محمد حسين وهبي في منطقة جدرة وبررت فعلتها بأن المغدورة مطلوب بعدة مذكرات قضائية وأنها حاولت توقيفه فحصل اشتباك وتبادل نار معه ما أدى إلى قتله هكذا استهل آل وهبي بيانهم الذي استنكروا فيه قتل ابنهم ظلماً وعدواناً بحسب البيان إذن محمد رايح بالسيارة هو خطيط يعني مؤمنين وأنه روح على الطريق ما فيه شيء عم ما بعض رجلوان وصيل عم أوسوا علي ياريتون معي داربين وياريتون حيبسين وياريتون كل شيء وما نقاتلين أوسوا علي ضربان الكتب ومنزل على الأرض قالوا أني مسلم رفع عداي ومسلم قاموا حطوا بالأرض كتفوا وعادوا قوشوا عليه كفوا عليه وفوتوا عنه مصادر أمنية قالت للجديد أن وهبي هو أحد أبرز تجار المخدرات في الضحية الجنوبية وعليه ثمانية وعشرون مذكرة من بينها أربعة وعشرون مذكرة ترويج مخدرات وهو كان أحد ثلاثي ترويج المخدرات في المنطقة سمير منذر عدنان جابر ومحمد وهبي وبعد مقتل منذر وجابر استلمت دفة وحده وكان يرويج لكل أنواع المخدرات كالسيمو وحبوب البنزكسول والترامال والسيلفيا التي تورط الشباب لكن رواية الأهل كانت مغايرة للرواية الأمنية كان بالأول بيعنا تسيمو مش مخدرات تسيمو بعدها نعملوها مخدرات بيع عشر سنة أما نص سنة سيمو عرفته وعليه سيمو وإطلاق نار بالهوي ما في غيره قامت جيبها المدرأ وقعد يشتغل لا أكل لا زنة لا سرق لا نهب لا شلح لا أخذ قوات من العالم ليس ذلك فقط فبحسب رواية العائلة كان لوهب علاقات مع جهات أمنية تسهل تحركاته ما بنسيبه محمد يظلوا طيب على وجه الحياة لأنه بأثر عليهم كثير أنه هن بيعف الجهات المقتصرة اللي كانت يشتغب منه وتخب منه وتهلوا الملور الخروج والدخول على الضحية وغير الضحية برأيه كرملهك صفوه؟ من الطبيعي مثل ما صفوه غيره أكيد صفوه محمد لما خلصت الورقة يعطون العافية لأنه تعرف أنت الغابة توقف وجرجع الورقة خمسين ضابطوا عسكري وبعدما تلاحقوا العائلة الغاضبة ستركن إلى كلمة القضاء كما أكدت في بيانها لكنها أردفت ذلك بتهديد مبطن لصبرنا حدود وعهدا منا أن دم ابننا لن يذهب هدرا وإن غدا لنظره قريب سنة استبلاني قناة الجديد بعد الإعلان علي خليل يطلق الضم والفرز في بعلبك العيشية تحت هاج السرقات صناعة خضراء في الكورة أهلا بكم من جديد من محافظة بعلبك الهرمي الوزير المال علي حسن خليل يعلن أن موضوع الضم والفرز أصبح في طور التحقيق في جولة بقاعية استقبل فيها بنحر الخراف أكد وزير المال علي حسن خليل في حفل افتتاح أمنة السجل العقاري لمحافظة بعلبك الهرمل عند مدخل بعلبك أن لهذه الخطوة أهمية كبيرة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية الحقيقية التي تساعد أهالي المنطقة على التشبث بأرضهم وعلى ثقة أكثر بالدولة ومؤسساتها بهذه المناسبة أنا بعرف أنه منطقة أو محافظة بعلبك الهرمل معظمة أراضي ممسوحة لكن بعلبك الهرمل في معضلة كبيرة وهي عمليات الضم والفرز والتي تعطل إلى حد كثير كبير تطور هذه المنطقة وإمكانية الاستفادة من الأراضي من هون أريد أن أقول وبحضور الزملاء أن مشروع الضم والفرز أصبح في طور التنفيذ أو الاستكمال هو معلم من سابقا وفيه جدول وفيه آنون برنامج على هذا الصعيد لكن اليوم اتخصص أموال إضافية وهذه الأموال الإضافية ستترجم إلى تلزيمات مع وزارة الأشغال لإنجاز عمليات الضم والفرز من أقصى الهرمل إلى أقصى حدود المحافظة واستهل خليل زيارته مدينة بعلبك مصحوبا بفعليتها بلقاء في قاعة قيادة إقليم البقاع لحركة أمل في بعلبك ثم زار فرع الجامعة الإسلامية حيث أشرفها على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الإسلامية في بعلبك والجامعات الأوروبية والفرنسية ثم أقامت بلدية بعلبك حفل غداء على شرفه وزير الشؤون الاجتماعية بيير أبي عاصي يدعو إلى أعطاء النازحين السوريين الحوافز للعودة إلى المناطق الأمنة استهل وزير الشؤون الاجتماعية بيير أبي عاصي جولته في منطقة جزين من مركز حزب القوات اللبنانية معتبراً أن النزوح السوري في لبنان طال كثيراً ويجب البدء بتحفيز النازحين للعودة إلى المناطق الآمنة اليوم جولي على كل منطقة جزين مثل أننا جولت بمنطقة عكار بمنطقة الكورة بمنطقة زحلة لعدة مرات بمنطقة المتن الشمالي طبيعي أنا اليوم كوزير شؤون الاجتماعية بالدولة اللبنانية نزور كل المناطق ووقف على حاجات المواطنين وإسمعلهم النزوح السوري لمن أتى إلى لبنان بظروف صعبة جداً وبظروف حرب وخوف على حياتهم اللبنانيين استقبلوهم بدون ما حدا يطلب منهم أي شيء اللبنانيين يستقبلوهم من كرم أخلاقهم ومن طيبوتهم من قيمهم اليوم اللي عم نقوله نحن النزوح هذا طال كتير صار في مناطق كتير توقف فيها الاشتباكات بسوريا يجب البدء بتحفيز النازحين السوريين بالعودة إلى بلادهم هذا اللي عم نقوله وهذا المصيرين عليه وزار أبو عاصي مركز سيزوبيل في بلدة كفرحونة حيث كان في استقباله النائب أمل أبو زيد وحجدهم من أبناء البلدة لينتقل إلى مركز الخدمات في الشؤون الاجتماعية في جزين مختتما جولته في ساحل جزين بلقاء موسع في بيت جورجيت وحنى رومانوس حيث أعرب عن سعادته بوجوده في هذا المركز المخصص للأطفال زاوي الصعوبات التعليمية مشيدا بمبادرة الرومانوس وبمساعدة كاريتاس دانا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الأقصى وأغلاق أبوابه أمام المصلين وفي برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رأى الرئيس عون أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الأقصى مدانة ومستنكرة وهي تندرج في إطار مخطط إسرائيلي لاستهداف المقدسات بعد اختصاب الأرض في محاولة منها لاستكمال تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في القدس مستغلة الوطع الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط حاليا ودعى رئيس الجمهورية لتحرك عربي جامع ومباشرة مروحة اتصالات سياسية وديبلوماسية واسعة من أجل إلزام إسرائيل عدم إقفال المسجد أمام المصلين واحترام القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان منازل العيشية تتعرض للسرقة وأهل البلدة يستغيثون أكثر من 12 منزلا تعرضت للسرقة في بلدة العيشية قضاء جزين من قبل مجهولين خلال الشهرين الماضيين خصوصا تلك الواقعة على أطراف البلدة وتعتبر هذه الظاهرة سابقة في العيشية إذ إنها لم تشهد حوادث سلب ونشل أو إجرام منذ فترة الحرب لأن البيت مكسر الحاط وخالع الشباك وكاسة نعليات الصخر وفايتين مكحلين الشباب مكنسين البيت كناسة بلشيم بسلاح صيد وتوابعهم وأدوات منزلية كل شيء كهربائية وتوابعهم وأدوات كهربائية زراعية كمان مكحلينهم وهذا كله أخدين الموني تاعت البيت نتمنى على الأجزاء الأمنية بعد الساعة ستة ما يصير فيه تجول بالضيعة يعني ما بعمرنا نقصنا أشي من البيت أو شي مرة حسانة بالإحساس والشي غريب أنه الرعبة أنه فوت عبيتي ما بقى استرجي فوت عبيتي برياحة يعني جانا عمره عم نحطه دم قلبنا عم نحطه بهالبلد لنقعد نصدقر تجي تلاقي أنه بعدين بيوتنا مسروقة هذه شي ما منقبل فيه حوادث السرقة هذه انعكست سلبا على تردد أهل البلدة إليها إلا أن رئيس البلدية وعد وعلى الرغم من القدرات المحدودة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والأمان إلى البلدة مؤخرا أخذنا قرار نحن بتركيب كاميرات بعمل داخل الضيعة إن شاء الله هذه الخطوة تحد من قسط السرقين ونخلص بقى من هذا الموضوع أدوات صناعية زراعية منزلية كهربائية وحتى مؤن صلبت من منازل أهل البلدة فالسرقة باتت على قاعدة مما هبى ودب أما ما تبقى فيكون بعهدة القوى الأمنية قبل أن يسرق المجهولون كاميرات المراقبة أيضا في سجن رومي محاولة تهريب أجهزة خلوية في طنجرة فشل مواطن في تهريب هاتفين خلويين إلى أحد السجناء في السجن رومي بعدما تمكن عناصر مجموعة التفتشات من العثور على الهاتفين مخبأين في قاعر طنجرة بعدما جرى استحداث قاعر إضافي لها بطريقة محترفة فيما أشار بيان صدر عن المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص هي ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة تهريب ممنوعات إلى السجن فالبراد استخدم سابقا في محاولة لتهريب أجهزة خلوية وأكسسوارات كذلك حاول أحدهم تهريب شريحة خط هاتف خلوي موضبة في ورقة فيما لم تسلم صفيحة لبع البكية من محاولة تهريب حشيشة الكيف أيضا كذلك استخدم الحذاء لمحاولة تهريب كوكتال من المخدرات إضافة إلى استخدام خرطوم الصهريج للتهريب المخدرات والبطاطا لم تكن بعيدة من حوادث التهريب فكان يجري إفراغها من الداخل وحشوها بمادة الحشيش وإعادة إحكام الجزء الظاهر منها والمربيات والمشمش أيضا لم تسلم من التهريب فتم حشوها بالحبوب والكوكيين والهيرويين كلها محاولات مبتكرة لتهريب الممنوعات إلى داخل السجون إلا أنها فشلت في معظم الأحيان بعد مرورها بالتفتيش وإلى فن الخبر مع زميلة دارين شاهين مرحبا بفن الخبر في مهرجنات صارت رح نشوفها وفي مهرجنات بدها تصير كيف حضروا لها منتابع سوا أطلقت لجنة مهرجنات أرتبة بالتعاون مع بلدية أرتبة والنادي الثقافة الرياضي الاجتماعي برنامج الفن للعام 2017 ورح يستقبل مسرح أرتبة بتاريخ 2 أيلول شمس الأغنية اللبنانية نجوة كرم والفرسان الأربعة وبتلاتة أيلول النجم والكفوري والفنان الإسباني خوسي فرنندز ومن مهرجنات أرتبة إلى مهرجنات بيبلوس وتحديدا إلى حفل نصري وفليمون في البال مثلما تعرفوا نحن عملين عمل اسمه نصري وفليمون في البال اللي هو استحضار واستذكار لها الشخصيتين فريدتين اللي كانت بالعالم الفني وعالم المسرحي والشخصيتين اللي أثروا كمان تمثيلا وغناء أنواع حضور ظريف من فليمون وحضور درامي وغناء درامي لنصري بإعداد جديد مع مغنين جدد مش جدد يعني مغنين بغنوا هؤل قصص يمكن لأول مرة أو عدة مرات مع غسان صليبة مع سومية بعلبكي مع باسمة بمرافقة رفيق علي أحمد يلي هو رح بيربط مع الأوركستر الموسيقية بقية غادي الرحباني مع عزف عالتينو أسامي الرحباني وفرقة كرال وفرقة الرأسة يلي رح تقوم ببعض الملوحات الغنيئية رح نكون برحلة بالماضي اللي هو عطول حاضر ومستقبل رائعة ومنعيش هيك بفترة بننعزل شوي عن الجو العام له هالموسيقى اللي بعيدة شوي عن نصري نوعا ما خلي نقول ما أنا ديما يعني ما فيه استثنائيات كبيرة بس ديما أنا بقول أنه نرجح شوي للماضي والحنين بشكل رائع يعني أنا راعتي من حالي أعطي صوتي ومحبتي إلون وإيماني بهذا الفن المهم وقد ما فينا نقدر نغني الأغنيات بهكي بإتقان مهم لأنه هني أغاني رائعة وكل الناس حفظتها يعني الناس رح يسبقونها بعتيرها يغنون معنا مرحبتين ورحبتين وين نهدف بيكي وين وين محمود وين معروف وين الياس وين حسين يعني هي أول مرة كمان مغنية بس مبسوطة أنه عم مغنية نكهة جديدة ولونة جديدة لقلي بالنتيجة هيدا الفولكلور اللبناني اللي نستذكره مع نصري وفيلمون وهبي شغلة كتير حلوة وبنهاية فن الخبر رح نبقى مع أجواء الحفل لأحيي النجم واليته في إبترابلوس ضمن مهرجنات ترابلوس الدولية لعام 2017 هذا كان كل شيء بالنسبة لفن الخبر السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس راعت احتفالية توقيع موسوعة سياحية لكل الفصول في قصر الأونسكو راعت السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس حفل توقيع كتاب الإعلامية نضال شهاب سياحة لكل الفصول الذي أقيم في قصر الأونسكو وذلك ضمن نشاطات مؤسستها للتنمية الإنسانية المستدامة وباسم منظمة الأسر العربية الدولية وبرنامج معا نحو تنمية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي في لبنان حضر حفل التوقيع الرئيس حسين الحسيني وممثل وزير الثقافة أنتوان شاربل ووزير شؤون المرأة جون جاسابيون وحجد من الفعاليات الرسمية والاجتماعية والأدبية والإعلامية ومجال سبلدية واختيارية وإعلامية ومقامات روحية على كل فرد مننا أن يسعى للترويج وإزهار مكنونات هذه الأيكونة التي تسمى لبنان على كل مننا أن يعمل من موقعه على تحسين صورة الوطن يجب أن لا يبكى هذا الموضوع محصورا فقط بالإعلاميين فكل شخص مننا يمكن له أن يصوب البوصلة إلى الوطن بمكانها الصحيح فالعامل والمعلم والصناعي والطبيب والمهندس والمحامي لهم أدوارهم البارزة والفعالة وأنا بدوري بحكم موكعي كسفيرة أممية لعدة منظمات عالمية استطعت أن أظهر وطني بصورة جدية كما هي ولتالما جاهدت ودافعت عن وطني في المحافلة والمؤتمرات الدولية وتابعت مسيرتي بتمثيله وأعلاء شأنه في كل الدول وفي الختام جرى قطع قالب حلوة وتقديم دروع تقديرية وأخذ الصور التذكرية وفي منطقة الزعرور رعت السفيرة يونس حفل فطور صباحي أقامته المرشدية العامة للسجون في محافظتي بيروت وجبل لبنان بحضور نائب المرشد العام الأب إليل نصر المرسل اللبناني ممثلا سيادة المتران شكرالة نبيل الحاج رئيس اللجنة الأسخفية عدالة وسلام والخوري جزاف العنداري المرشد العام للسجوم في لبنان وسفير جمهورية أذربيجان آغا سليم شقراف والرئيس العام للرهبات المخلصيات الأم مناوازن ولفيف من الرهبان والرهبات وممثلي قادة الأجهزة العسكرية والأمنية ورحمت الأخت هدى الحداد رئيسة اللجنة الصحية والنفسية برعاية هذا الحدث الإنساني الدكتورة يونس صاحبة الأياد البيض التي تعطي بلا حدود ولا هوادة وتوجهت إلى أصحاب النيات الحسنة كلهم بحجم الإمكانات المتوافرة لديه للعمل على تحسين ظروف السجناء وتطوير هدف السجن من مفهوم العقاب إلى مفهوم التأهيل والإصلاح ولان صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير في عشاء هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر لفت رئيس التيار وطني الحر جبران باسيل إلى أن ملف النازحين يشكل هاجسا أساسيا وأصبح حقيقة لكونه ملجأ ومأوى لبعض الإرهابيين صار هذا المجتمع الدولي بده يأنبلنا جيشنا لأنه طلع بوجه أربع انتحاريين فجروا نفسه ممثلا بالنائب جورج عدوان رأى رئيس حزب القوات العشاء السنوي للقوات في علي وفي كلمته دعا عدوان الحكومة التي تمتلك السيادة لدرس أفضل السبل لتأمين عودة النازحين السوريين لا فتن أن الوقت لا للخلاف بالسياسة والشعارات في أمامنا استحقاق اسمه سلسلة الرتب والرواتب هذا حق من نمني عم نعطيه لحدا وأنا بتصور واليوم كان لدينا لقاء كان في صديقنا أستاذ أكرم كمان عم نسعى بكل مسؤولية لحتى قبل آخر الشهر أن تقر هذه السلسلة رأى وزير الصناع حسين الحاج حسن حفلة إطلاق الصناع الخضراء البيئية في قرية بدر حسون البيئية رأس مسقا الهادفة إلى دعم وتشجيع الانتاج البيئي في القرية قبل الحرب في سوريا كان هناك مشكلات اقتصادية في لبنان مع الحرب على سوريا وفي سوريا وضيفت مشكلات اقتصادية في لبنان علينا أن نعمل لمعالجتها بمسؤولية وطنية وبأخوة مع الأشقاء النزحين السوريين أعلن وزير التربية مروان حميدي نتائج المرحلة أولى من الامتحانات الرسمية لتعليم المهني والتقني لطلاب البكالوريا الفنية والثنوية المهنية لافتا إلى أنها أفضل بكثير من نتائج امتحانات المهنية في العام الماضي بالبكالوريا الفنية في 15,448 مرشح نجح منهم 8,195 جالت ميراي عون عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر على المرجعيات الروحية بعكار انطلاقا من مكتب التيار الوطني الحر على مفرق من يارا وشملت الجولة مترانية عكار لروم الأوتودوكس ودائرة أوقاف عكار الإسلامية وعضو المجلس السلامي الشرعي العلوي الشيخ حسن حامد في سهل عكار ومترانية عكار للموارنة في القبيات وفي الختام أقام رئيس بلدية عن ذات عمر مسعود مأدوات غداء على شرفها في إطار التعاون الدائم مع منظمة دياكونيا التي تعنى بتخفيف عبء المرض عن الذين يخضعون لعلاج الأمراض المزمنة أطلق مستشفى ومركز بل فيو الطبيل الجامعي مبادرة كيمو كاركيت الفريدة من نوعها والأولى في لبنان وهي تعد الرفيق المساند لمرضى السرطان في العلاج الكيميائي وتهدف مبادرة بيل فيو إلى تخفيف رحلة العلاج الكيميائي المرهقة عبر توفير مستلزمات بسيطة وضرورية ترافق المريض وتقلص أثار العلاج فتخفف بالتالي من حدة ألامه وتحول دون تشويش ذاكرته نتيجات العلاج بعد العلان ترامب يريد تجويع الوحش تقدم تقني في محادثات جونان لودريون بدأ جولته الخليجية في مساعة لحل الأزمة القطرية التي تستمر يومين وتلعسن ينصف الخلافات الخليجية بالعاطفية من قطر استهل وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون جولته الخليجية التي تضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات في مساعة لحل الأزمة القطرية وتخفيف التوتر في المنطقة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين قطر ودول التي تتهم الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله أن كل الأشخاص الذين التقتوا بهم هذا الصباح أكدوا لي بأن قطر على استعداد لمحادثة بناء مع جيرانها شرطة اللي يتم المساس أو بسيادتها الوطنية سدائما تنادي باتخاذ تدابير بأسرع ما يمكن وخاصة لكي يتم رفع التدابير التي تؤثر على المدنيين بأسرع ما يمكن وخاصة الأسر التي تحمل أكثر من جنسية ونرحد بموقف الجمهورية الفرنسية الصديقة بدعم الوساطة الكويتية والتوصل إلى حل من خلال الحوار البناء المبني على الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول ومبادئ وأحكام القانون الدولي مكافحة الإرهاب هي إجراءة الطلب عمل جماعي وإجراءة جماعية من كافة الدول ولا يقع على دولة دون الأخرى ولا يكون مكافحة الإرهاب بممارسة الإرهاب السياسي والإرهاب الفكري والدولة هذا من الجهة الفرنسية أما من الجهة الأمريكية فقد نقلت مصادر عن مسؤولين عاملين في وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعطى تعليمات بإعداد الوكالات الحكومية للعمل وكأن الخلافة الخليجي دائم أشهرا أو سنوات مشيرة إلى أن الوكالات الأمريكية ستجتمع لرسم سياسة جديدة في ظل تواصل الأزمة وأن الأولوية الأمريكية هي الحؤول دون انزلاق قطر باتجاه روسيا أو إيران وفي تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين المرافقين له في رحلة عودته من الدوحة إلى الولايات المتحدة قال تيلرسون إن المحادثات الدبلوماسية التي أجراها في الخليج قد تكون حققت إمكانات قوية لحوار مباشر بين أطراف الأزمة وهو ما يجب الوصول إليه في أقرب وقت مضيفا إن هناك انفتاحا على محادثات مباشرة وأشار تيلرسون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت إرشادات فيما يخص التعامل مع هذه المسائل والخلافات التي تبدو عاطفية في بعضها وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه ليس وسيطا مباشرا لكنه يدعم دور الكويت في بناء الجسور لإنهاء الأزمة في موازات ذلك استبعدت أنقرة والدوحة إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وذلك عقب محادثات بين وزيري خارجية البلدين التركي مولود جويش أوغلو والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك إن هناك وساطة واحدة بقيادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مثمنا الدور الذي يؤديه أمير الكويت الذي يعتبره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني والشعب القطري والدا لهما خلال شهادة أدل بها أمام مجلس العموم البريطاني قال السفير البريطاني السابق لدى الرياض السير ويليام باتي أن المملكة العربية السعودية تمول المساجد في جميع أنحاء أوروبا التي أصبحت بؤالا لتطرف وجاءت تصريحات باتي بعد يوم من أعلان الحكومة البريطانية أنها لن تنشر بشكل كامل تقريرها عن مصادر تمويل المتطرفين الإسلاميين في بريطانيا ما دفع المعارضة إلى تهامها بمحاولة حماية والتستر على حليفتها السعودية وأنقلت صحيفة The Guardian البريطانية من جهتها عن باتي قوله أنه لا يعتقد أن المملكة العربية السعودية تمول مبشرة الجماعات الإرهابية إنما تمول إيديولوجيا تؤدي إلى تطرف يقصد بها الوهابية ورجح أن لا يكون قادة المملكة على بين من عواقب سياستهم وأكد أن ما تقوم به السعودية أمر غير صحي ونحن بحاجة إلى القيام بشيء حيال ذلك مضيفا لم يكن السعوديون يقدرون تماما تأثير تمويلهم لاتجاه معين من الإسلام في كثير من البلدان وليس فقط في بريطانيا وأوروبا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق نسمي لها على مصير قاعدة العديد الأمريكية في قطر أن هناك مجموعة واسعة من الدول المستعدة لاحتضان للقوات الأمريكية في حال نقلها من قطر وفي مقابلة مع قناة سي بي أن قال ترامب ردا على سؤال عن مستقبل القوات الأمريكية في قطر في حال الترارها إلى الخروج ثم تعشر دول ترغب في بناء قاعدة أخرى لنا وهي ستتكفل بنفسها الإنفاق على ذلك وستبنيها بسرور وجدد ترامب في المقابلة موقفهم من الأزمة الخالجية راهنة قائلا تمت مراجعة العلاقات بهم لأنهم كانوا معروفين كجهة مويل الإرهاب ونحن قلنا لهم لا يمكنكم أن تفعلوا ذلك وأضاف ترامب علينا أن نجوع الوحش حتى الموت والوحش والإرهاب وليس بما الممكن أن نسمح بوجود دول غنية تغذي الوحش وإلى حرمون ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام حيث ينضموا إلينا من هناك الزميل علي حجيزي علي مساء الخير مساء الخير داليا يعني علي كيف هي الأجواء عشية انطلاق سباق حرمون مع الإشارة أنه قناة الجديد رح تكون عم تنقلوا مباشرة على الهوات فضل هوا لا لا صحيح صحيح يعني تقريبا أقل من 12 ساعة ويبدأ هذا السباق هذا السباق الذي تنظمه جمعية حرمون ماراتون للمرة الرابعة على التوالي لسنا الرابعة على التوالي هذا السباق طبعا بمشاركة كل القرى حيث نحن موجودون هنا سوق الخان مرجعيون حصبية الخيام بالسقي كل منطقة العرقوب هذه المنطقة التي عانت من حرمان كبير من الدولة هي منطقة حدودية طبعا السنة الماضية تجدر الإشارة إلى أن المشاركة كانت تقريبا 4800 مشاركة هذه السنة العداد ارتفعت وستبلغ تقريبا حوالي 6000 أو 7000 هكذا يؤكد المنظمون هنا وأيضا تجدر الإشارة إلى أن الرعاية ستختلف هذه السنة لأن هذا السباق سيكون برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إذن أهمية كبيرة لهذا السباق لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا السباق الذي سيكون تحت شعار نركض الحرية سينضم إلينا رئيسة جمعية حرامون ماراتون الجمعية المنظمة لهذا السباق عيدة جمعة عيدة جمعة يعني للسن الرابعة على التوالي خبرين هالسنة شو متوقعين من هيدا السباق؟ أول شيء هالسنة نركض للحرية أنا بفتكر أنا حرية الإنسان هو حرية الفكر لأنه نحنا توسعنا بفكرنا بالآفاق النشاط الرياضي لحتى نقدر نحقق أكبر نجازات اللي نحنا بنحلم فيها لا ما بتخوف ما بتخوف ما بتخوف هذه الحرية هذه الفريدم هذه الفريدم حرية أنا بقول للإنسان أكتر شيء بيكون حر هو عم يركض فالسنة رح نركض للحرية بسباق حرامون بهايد المنطقة اللي هي عزيزة على كل اللبنانيين إذا بدك لأنه مثل ما قلت قبل هي عانت كتير نحنا قررنا جمعية حرامون ماراتون نغير طريقة تفكيرنا نقدر نمد إيدينا نبني جسور مع مؤسسات الدولة وهلأ نحنا هيدا أكبر دليل على أنه نجحنا بالفكر تبعنا لأنه مؤسسات الدولة والدولة كلها الأدئة إمكانية تشجينا نقول لكل الوزارات أنه نحنا شباب حرامون عندنا طاقات ودورات هائلة ونحنا مستعدين لنحط إيدنا بإيد الدولة ومؤسسات الدولة لحتى نقدر ننجز وننهض بمنطقتنا إن كان سياحياً ولا رياضياً شكراً لألي بدي أشكرك طبعاً تشجر الإشارة قبل الختام إلا أن القناة الجديد ستنقل منذ الصباح الباكر فعالية هذا الصباك حوالي الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة والنصف شكراً للزميل علي حجازي إذن الذي كان معنا مباشرةً من حرامون أما الآن فلنتقلوا إلى ترند مع الزميلة نور سومة مرحبا لبانوستات أبليكيشن أو تطبيق عم بيكتروا مستخدمينه وهو مخصص للتعبير عن الرأي بمختلف المواضيع اللي عم نعيشها يومياً من سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها والهدف من هذا التطبيق يلي متوفر على أب ستور وجوجل بلاي هو القيام بإحصاءات للإطلاع على حقيقة رأي المواطنين اشتغل عدد من الباحثين بجامعة واشنطن على تطوير نظام بيسمح تحويل الصوت لأشكال فموية هن بيختاروها وعملوا التجربة على خطاب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فقاموا بدمج خطاب لأله وقت ما كان طالب بالجامعة بشكله لما صار رئيس عبر تزوير حركة التم وتركيبة بالطريقة يلي بتناسب هدفهم ومع أنه هيدا التقنية تعتبر متطورة جدا إلا أنه بتشكل خطر كتير كبير لتزوير الخطابات والأخبار بالمستقبل صورت سائحة أسترالية لحظة مقتل زوجة رجل الأعمال بعد سقوطه من المظلة أثناء تجربته البراسيلينج من ارتفاع عالي جدا بالبحر بتايلاند الفيديو برام العالم نشوف مقطع منه سوا لهم نصلنا لنهية أخبارنا يلي فيكن اتبعوه على صفحة ترانز على فيسبوك وفيكن اتبعونا على انستغرام وتويتر لقونا بكرة بأخبار جديدة كان في النشرة الجديد تغييره على معملي ألبان وأجبان في زغر تق يعني هي الشركة بتوعنا بالأجبان والألبان والدأجير السيارات والأكسسوار يعني فيك هون تكون فتح جاراج حرب وتصفية بين كابتال المخدرات والمعلومات بر يطمنوا إلى مصير السلسلة ومصير لبنان بعد حسم معركة الجرود نقابة الأطباء تساند نادر صعب وهارون يهاجم في نقص بمعالجة الموضوع بالعمل فرنسا على خط أزمة الخليج ولا يكون مكافحة الإرهاب بممارسة الإرهاب السياسي والإرهاب الفكري وفي فن الخبر نصري وفليمون في البال وسائحة توفق مقتل زوجها في تراند لمزيدا من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز نشكركم مع لطيب المتابعة ودنتم بأمان اشتركوا في القناة